السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أسعد الله أوقاتكم أبنائي وبناتي بكل خير كيف حالكم؟ تمنى أن تكونوا بأتم صحة وعافية بإذن الله أتمنى أيضا أن تكونوا بكامل استعدادكم معنا لبداية درسنا في مادة الفنية معكم معلمتكم منان صالح الغريب معلمة لمادة الفنية لمرحلة المتوسطة لطلابي وطالبات المبدعين والمبدعات في الصف الأول متوسط أنه أن درسنا هو طباعة موضوع تعبيري قوانين التعلم عبر قنوات عين التعليمية أبنائي وبناتي علينا أولا نختار مكان مناسب للتعلم بعيدا عن التجمعات بعيدا عن الضجيج أيضا تكون لدي معرفة بجدولي وأوقات التعلم المباشر سواء على منصة بدرستي أو معنا على قنوات عين التعليمية أيضا أبنائي وبناتي أوصيكم بماذا؟ بأن تقوموا بعداد أدواتكم وتجهيزها أثناء مشاهدة الدرس قبل مشاهدة الدرس حتى أثناء مشاهدة الدرس يمكنكم التطبيق مباشرة والاستمتاع بوقتكم في مشاهدة الدرس أستمع إلى درسي بتركيز في مادة الفنية راح نقوم على تحليل المهمة خطوة بخطوة لذا أستمع حتى أركز بالمهمات وأستطيع التتبع مع معلمتي أخيرا أتابع الدرس حتى انتهاء الوقت المخصص أخيرا نوجه رسالة إلى أولياء أموركم نطلب منهم التواجد أثناء فترة البيت للتوجيهكم إرشادكم مشاركتكم أثناء أداء النشاط كذلك مساعدتكم عن التعامل مع الأدوات الحاد أنوان درسنا هي طباعة موضوع تعبيري وأداد القوالب الهدف العام أن يتعرف الطالب والطالبة على تقنيات فن الطباعة أهدافنا التدريسية أن يذكر الطالب والطالبة دور الطباعة في حياة أفراد المجتمع أن يستخدم الطالب والطالبة الخامات البسيطة للصنع القالب أن يتبع الطالب والطالب الإجراءات الأساسية للطباعة بالقالب من خلال دهن الرول على أدوات على القالب أن يكرر الطالب والطالبة الطباعة لتكوين موضوع عرفنا الطباعة عنها وسيلة للتعبير الفني نستخدم فيها أساليب متنوعة تعكس أفكارنا الفنية رائعة ليست مثلاً موجودة في الطباعة الآلية نستطيع من خلال الطباعة نستخدم نماذج ومواد مختلفة وخامات مختلفة أنسجة كذلك نستطيع أنستخدم أنسجة ومواد مختلفة أبنائي وبناتي ممكن نستخدم أدوات من البيئات تحدثنا عنها سابقاً اللي هو قطع الخشب الفلين الطبيعي أو الصناعي تطبيق العملي على درسنا الآن نجهز أدواتنا نحتاج المقص نحتاج الرول نحتاج الفرشات نحتاج ألوان وصحن ألوان كذلك نحتاج كرتون وورق نبدأ نكون موضوع الطباعة تكويب موضوع الطباعة أبنائي وبناتي نحن قلنا رح نرسم ماذا نرسم غابة وأشجار إذن مجرد ما أنا أتكلم أنه غابة إذن يوجد أشجار في الخصة صح ولا لا في الرسمة رح نستخدم القالب الذي قمنا بإعداده مسبقاً وضعنا عليه شريط لاسق من الاتجاهين حتى يمكنني تغيير ماذا الأدوات التي أستخدمها طبعاً ممكن أستخدم هذه الأدات أضعها بشكل متوازي حتى أثناء الطباعة تكون ثابتة ما تكون مايلا بعدين أستخدم الرول في توزيعها خلونا بداية نستخدم قطعة الخشب لنرسم ماذا؟ هذا هي قطعة الخشب عندي موجودة من الأدوات المتوفرة لدي في المنزل لاحظوا قمنا بقصها بشكل مستطيل هذه أدات الخشب بدأ نهى بالرول حتى أرسم ماذا؟ رح أستخدم الكراسة رح أحاول أثبت الرسمة أثبت القطعة القالب على بداية الكراسة بالشكل هذا نحضر قطعة الرول ونتحن القالب مرة ثانية وحاول تكون قطعة القالب مثبتة رسمنا كأنه جدع شجرة أغير الشكل ممكن نحط كذا جدع بعدين نرسم الشجر هنا جزء آخر طبعا أنا ما استخدمت الرول لذا الطباعة لاحظوا ما ظهرت بشكل جيد نستخدم الرول وندهل القالب من جديد تنسون هذه الخطوة بعدين نضع القالب على الكراسة رح تظهر معانا نفس الشيء نكرر أكثر من مرة معدرة نبدأ بالطريقة هذه تظهر الألوان نغير هذا القالب نستبدله بقالب آخر رح نزيله ونضع القالب الآخر ندهنه باللون الأخضر ندهنه باللون الأخضر باستخدام قطعة الرول وحاول أوزعه على جميع الاتجاهات شوي الفلين وكيف ظهرت معي أشجار إذن هذه أشجار أبنائي وبناتي ممكن نكمل ونرسم موضوع كامل لغابة الغابة موجود فيها أشجار شمس السماء وكذا نكون تمينا رسم الغابة بشكل جميل أنا متشوقة لإبداعاتكم وكيف رح تبدعون في إظهار لموضوع متكامل من خلال الطباعة أبنائي وبناتي وقت ممتع لكم في استخدام الطباعة والتعبير عن أشياء تعجبكم وتجذب انتباهكم انتهى درسي ولقائي معاكم توجيهاتي لكم بعد أن أشكركم على عملكم الرائع ومحاولاتكم في إبداء فنونكم في الطباعة يجب علينا مراعاة الآتي أن تشترك الأسرة مع أخصائي الفنون في إعداد الخطوات كذلك الاتفاق كيف تكون المهارة كيف يتم تحليل المهمة تكون المهمة مناسبة لقدرات أبنائنا وبناتنا من ذوي الإعاقال لقاكم على خير أبنائي وبناتي كان معكم معلمتكم منال صالح الغرب